اختتم في عروس البحر الأحمر جدة المنتدى السعودي الدولي للرعاية الصحية الذي كان برعاية مستشار خادم الحرامين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وبحضور الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة كانت جلسات حوار ونقاش على عدة مواضيع تدور حول الشعار اقتصاديات الصحة وخصوصا تم التركيز على مجال التدريب والبحث والتعليم في مجال الصحة وخصوصا في تحول الوطني الاقتصادي القائم يجب علينا نظر بشكل مختلف لمجال الصحي لكيف يتم الاستفادة المثلة من المدخلات لهذا النظام المعقد وكيف يتم دعم الاقتصاد عن طريقها بدل من أن تكون عائق اقتصادي أو عبا اقتصادي إلى أن تكون فائدة أو قيمة مضافة اقتصاديين جلسات المنتدى غطت كافة حلقات سلسة الرعاية الصحية بداية من البحث وانتهاء بالابتكار ويفتح مجال التعاون بين القطاعات الصحية المختلفة مثل الجامعات والمراكز البحثية المتميزة محليا وعالميا مشاركات فيه من عدة دول بس يتميز به الوجودة الامريكية طبعا عندنا مشاركات من جامعة هارفرد من انديانا من دوق من كبرى الجامعات والمراكز البحث العلمية كشف مشاركون في المنتدى السعودي الدولي للرعاية الصحية عن استثمارات تجاوزة 41 مليار ريال سيجري ضخها في القطاع الصحي السعودي خلال السنوات الخمسة المقبلة فكرة المنتدى نفسه كيف نحاول نحسن من أداء المستشفيات ما بين القطاع الحكومي والخاص بالإضافة كيف نحاول نحسن الإمكانيات الموجودة والتوعية للمواطن السعودي أو المواطنين بشكل أنهم ممكن يحاولوا يوقي نفسهم في المستقبل ويقلوا أقبل قدر ممكن من الصرف على الدولة على المريض نفسه سهم المنتدى في تكامل أفضل بين القطاعات الصحية والإقليمية ويؤدي إلى تنزيق أفضل والانتهاء بتوصيات تحسين مستوى الخدمات الصحية في جميع مراحلها في السعودية هذا المنتدى يعد من أهم المنتديات الدولية للرعاية الصحية حيث اتفق الخبراء والباحثين في المجال الطبي على رفع مستوى الرعاية الصحية للمواطنين في مختلف الدول فاد السمحان الإخبارية جدا